من العصب تضرر، وشيله، وحشي بإيه؟ أهلو قوي، الساينز، الساينز والسامتوس أنت جايلي بدرس مساوس فبتقولي الدرس ده بيوجعني مع الحاجة السقعة جدا أوكي، سؤال بقى أسأله لك بسرعة طب هو أنت بتشربي مياه ساعة، بلعتي بقل المياه السقعة ده الوجع راح ولا فضل مستمر 4-5 دقيق؟ فضل مستمر يبقى العصب تضرر طب راح في أونسبوت شربتي البقل المياه بلعتي الوجع راح هو ساعة التوتش بس يبقى لسه العصب موجود وحالته كويسة فهنحفظ علي مش هنعمل حشو عصب ماشي طب لو جيتي قلتي قلتي لي صلي وجع الجامد مع الحاجة السخنة مش السقعة ده هاي بريمير ده التهاب شديد في العصب مش هينفع نعمل حشو عادي لازم نعمل حشو عصب لازم نشير عصب من السنة أو الدرس ونعمل حشو ونعمل كرام شفت أنت اللي أنت قلتيه أو شاكويتك هي اللي توجه الدكتور لفين السائع يفرق عن السخنة طبعا وسائع بيروح على طول ولا بيستمر فترة بعد الاستاملة بعد المؤثر اللي حصل ساعتها الحالة ده حدد حالة العصب أخبارها إيه طب خلينا سألك سؤال اللي هو نص العلاج طبعا خلينا سألك سؤال جاهل شوي لا بليس فيه ناس كتير ما بتبقاش عارفة ليه أنا لما حشي عصب لازم نركب كراوم آه بتقولك طبعا أنا أحشي عصب والسنة كويسة وخلاص طبعا ممكن تحكي لنا ليه ده مهم وأساسي وضروري حاضر باين يخش على أنواع بقى لو العربية احنا عندنا عربية والعربية دي ما فيهاش سوسط عارفين ماذا سوسط لو ما فيهاش سوسط سولد هي حاجة سالة هتكسر وامش هو ده لما العصب هو عبارة عن عصب وريد جواد سن عصب ووريد الوريد ده شغل أنتو إيه بيدي العصب ده دم بيغزيه يعني العصب والوريد ده بيخلوا السنة راتبة فيها رطوبة وحية وحية طبعا الرطوبة بتعمل إيه السنة؟ بتخليها تمتص أو تعرف تمتص الصدمات تبقى فلاكسبل أكثر فيها مرونة فأي خطة أو أي حاجة السنة مش بريتل فيها حياة فيها سوائل فبالتالي قبل أنها تمتص خطة لما بنشيل عصب بالوريد ده سالة حولها حاجة سولد تماما ماذا فيهاش أي مرونة فأي قطمة تقطب الدرس نصين